حركة المدنية طلعت بيان بتطالب الافراج الفوري عن المحتجزين في التظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة اول حاجة يا جماعة عشان انا مش عايز اغلط ومش عايز يعني ارتكب يعني معاصي والله الحركة المدنية بتطالب الافراج الفوري عن المحتجزين في التظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني ده رئيس الدولة قال رئيس الدولة نفسه قال الشعب المصري يطلع يقول رأيه فيما يجري يعني يعني احنا المزاركة موجودة في مصر كلها اشمعنا دول خد بالك بتتابع الحركة المدنية الديمقراطية بقلق وانزعاج كبيرين الانباء التي وردت من محامين وشهود عيام بشأن القبض على الاربعين والاربع واربعين متظاهرة ومتظاهرة خد بالك يا اخي شوف الحنية حلطين متظاهرة الاول عشان يوجعت يعني بنات يعني وبناتنا بقى والحرائر والضرائر وغيره شاركوا في احد الوقفات احتجاجية التي عمت المدن المصرية امس الجمعة تضامن مع شعب فلسطين وشعب غزة والمطالبة بوقف الجرائم الحرب اللي ارتجبها العدو السيود بالنبي يعني بالله عليكم بالراحة هل الجماعة بتوعنا بتوع الشرطة ولا الجماعة اللي هم بيحفظوا النظام لما يلاقي ولاد ولا بنات ولا رجالة ولا عفريت حتى عملين يقولوا تسقط اسرائيل ومع غزة وتضامنا هلحد هيقرب منه ما هو ده اللي مكان مطلوب اشمعنا الربعة عربين دو انا بسأل بس انا بسأل مش فيه اماكن محددة للتظاهرات والاحتجاجات تبقى للقانون الدولي على فكرة فيه اماكن ماينفحش تخرج منها ماينفحش تنتقل بماكن لمكان ماينفحش تكسر ماينفحش نمشي بعشوائية في قلب فرنسا والمانيا وبريطانيا وامريكا يا سروة هاتلي يا ابن المظاهرات اللي احنا جبناها وشوف يضربوهم ازاي هاتلي لو سبحت بسرعة من فضلك لان احنا اصلا بننسى وبيطلع هؤلاء حركة مدنية ايه حركة مدنية ايه انا بقول انا لا انا شخصيا انا شخصيا انا شخصيا ارى ان الحركة المدنية بتمارس يعني ابتزاز سياسي غير مقبول انا ارى تمارس ابتزازا سياسيا غير مقبول هذا قمة الابتزاز السياسي يطلع واحد انا اسم خالد علي ده مش شفتوش من زمان ما اسمعتوش من زمان طلع اسم خالد علي جديد وكأني اشتم رائحة كريهة بتهبوا عليه من الفرين احداشر يا جماعة يا جماعة اللي بيحصل دولة اللي بتقال ده غلط غلط بيقول ان القبضة على متظاهرين من اجل فلسطين استفزاز المشاعر مين قال احنا قبضنا مين قال تم القبضة على متظاهرين من اجل فلسطين غير صحيح هذا كذب هذا افتراء هذا تدليس واضح ده تدليس واضح مفيش حد قال فلسطين تم ايقافه وتوقيفه الناس حولت هذه المظاهرات الى تظاهرة وطنية وكلنا اتنقلت على هواء لكن البعض يستخدم بعض الناس علشان خاطر يحول المسار والمسيرة للهجوم على الدولة في وقت لا تحتمل فيه الدولة مثل هذه الامور السبيانية بيحاول ينتج فصيل تاني بيحاول يرجع حلة مزاجية تاني للشارع غير مقبول غير مقبول حركة مدنية وحركة شعبية وحركة عفريتية وحركة بدجانية غير مقبول هذا الكلام هذا يعني في ناس بتزاقي وانا اللي بقول لادن لازم يروح يباتوا في بيتهم اللي بيدن يتربى يا جماعة اللي يطلع يشتم الدولة يتربى لان ما فيش هاتلي يا ابني لا سبعت هاتلي منفضك لمزاهرات يا ابني هتقولي يا جماعة شغلوا لمزاهرات شغل ايه اهو هاتلي عشان الناس تشوف بس اهو ده ده فين يا ابني ده في المانيا اهو ده في المانيا اهو ده في المانيا ده مزاهرات في المانيا اهي قدام اهو شايفين شايفين البلوس بيعمل ايه شايفين البلوس بيعمل ايه اهو دفاعا عن النظام دفاعا عن السلم دفاعا عن الشارع دفاعا عن المخدرات مش موضوع فرد عضلات فيه ناس عايزة البلد تولع فيه ناس في مصر عايزة البلد تولع البلد لا تتحمل هذه الحركات الصبيانية اهو ده موجود فين في فرانس اهو شايفين الضابط الموليس شايفين الضابط اهو شايفين بيعمل ايه في المتظاهرة اهو متظاهرة شايفين شايفين يا جماعة ده لو ده ما اخنش عندنا في مصر ما حصلش عندنا في مصر سابوا العيال عبروا عن رأيهم وخلاص في عيال حاولت تخرج عن الاطار ابضوا عليه وبعدين ده فيه دولة وفيه قانون فين يا بعم اهو شايفين دي فرنسا اهي شايفين لو ده عندنا اقول لك شايفين الغلبان الغلبانة شايفين الكزا ال واحنا يا جماعة هو الدولة الدولة يعني ما هاش صاحب هي الدولة ما هاش صاحب هي الشارع لمصر ملوش صاحب هو احنا اي حد عايز يعمل اي حاجة يعملها فوضى ونبلع نبلع 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 نقول لك عشان خطر للشباب الغض الشباب انت ربا الشباب ما هو اللي عايز يطلع على تظاهر يطلع على تظاهر من حقه حتى لو مش عاجبه الدولة مش عاجبه النظام مش عاجبه براحته يطلع يعبر عن رأيه بس يكون واخد اذنه ان هو يعمل هذا الكلام في الحتة دي ما يبقاش كر وفر يجري في الشوارع ده غير مقبول لن تعود اجواء 2011 مجددا ولا نقبل اي مزايدة على الدولة وموقفها تجاه القضية الفلسطينية واي حد بيعمل في هذا انا شايفه بيعمل فيه مفاصل الامن القومي المصري الحركة المدنية انا شايف حركة المدنية بتمارس ابتزازا رخيصا غير مقبول الحركة يا حركة مدنية بكل قياداتك انتم تمارسون ابتزازا سياسيا في وقت يمثل فيه فيه تقدير الشخصي يمثل فيه مش عايز يصل لدرجة الخيان احنا بنقول اقابة دولة فلسطينية وهو بقول لك تسقط النظام ايه هي فوضة احنا بنقول يا الله هم بيقول يا شيطان عايزين نبني هم عايزين يهدموا يقول لك الحق والحرية وخوه الانسان حقوق الانسان حقوق الانسان عند ماما اربا قدامك ايه اري حقوق الانسان في فلسطين اري حقوق الانسان في غزة اري امريكا قبلة حقوق الانسان واد اوروبا قبلة حقوق الانسان شوفهم عمل في حقوق الانسان الفلسطيني. ووريني بقى. ده اللي هيكلم فيهم على كل انسان بعد كده هيخب بالجزمة. ليه? لانه احنا اللي بنعلمهم بحقوق الانسان والانسانية. احنا بندهم دروس في الانسانية دلوقتي. لكن الكلام الفارغ اللي بتقال نحاول نبتز الدولة ونحاول نغازل الغرب ونحاول نستقل بالغرب. لا يا سيد. اللي بيستقل وراء طز فيه في الغرب.